طبعاً ما فيه شك إنه التكنولوجيا بقت جزء أساسي ومهم جداً في حياتنا كل يوم فيه تطور فيه التطبيقات الإلكترونية والذكاء الاصطناعي واللي بتأكيد بيكون ليه فوايد كتيرة في التعليم وأيضاً فيه تطوير المهارات بسأل أكيد فوايده كتيرة جداً لكن كمان خلينا نقول إنه التطور ده أو التطوير ده ممكن يكون لي جانب سلبي خصوصاً على الأطفال الصغيرين خلونا نعرف إزاي الأطفال ممكن يتعاملوا مع تكنولوجيا رقمية ويستفيدوا من الدكاء الاصطناعي في نفس الوقت نحميهم من المخاطر الممكن يتعرضوا لها معينا النهاردة دكتور نور أسامة استشاري نفسي وتعديل السلوك في الستوديو من وارنة زيك يا دكتور الحمد لله صباح الخير يا دكتور صباح الفل مهم جداً إنه نعلم أولادنا الجديد اللي بيحصل في العالم عشان يبقوا أبديتد يعني بس في نفس الوقت لازم يكون في معيير معينة نتبعها فإزاي أعلمهم أهمية أو الزكاية الاصطناعي بشكل عام لكن في نفس الوقت أحجم ده من غير ما أديهم الفرصة أنه يبقوا حياة مفتوحة طيب الأكاديمية الوطنية للعلوم في أستراليا معت صحة نفسها في كندا كل الطب النفسي وعلم العصاب في أمريكا كلهم اجتمعوا على مصطلح اسمه السم الجميل زكاية الاصطناعي عمله زي السم الجميل ما إيه يعني إيه السم الجميل قد يبدو لأنه هو رائع بس هو ليه أضرار كتيرة جدا جدا مع عدم التواجد الأب والأم أثناء متابعة الحاجات دي طيب إيه الحاجات الكويسة فيه أنا وجهة نظري إن احنا بيعلموا أنواع الزكاية المختلفة ابني كان عنده زكاية لغوي بيحب التأليف بيحب اللغة العربية بيحب له هيكتب قصص بفيه تقنياته فيه أكتر من الابليكيشن بيعلمه لحاجات ذكاء اللغوي دكواس جدا فيه حاجات خاصة بالذكاء الحسابي فيه ممكن تعمليه أكتر من مقياس للآيكيو تست تعمليه فيه حاجات بتنبهك فيه حاجة اسمها الشخص الذي ينتحر هو أيزاء النفس الغير انتحاري اللي هو مش قصه ينتحر هو الاضطراب المصطنع ممكن يشخص ده من خلال استمارات أو استبيان أو مقياس بيبدأ أقدمه لك ممكن يعمل دعم نفسي لأنواع الصدمات النفسية التي قد تحدث فده كل ده كويس جدا الفكرة بقى فيه اعتمادك عليه ولحسب السن فإحنا دايما بنقول اللي فيه أمراض حصلت مؤخرا أو طوارئ سلوكية زي التأخر في النط ADHD فرط حركة صعوبات تعلم حاجات اوتاستيك حاجات كتيرة جدا من ديسليسكيا ديسكرافيا وصعوبات الحساب وحاجات كتيرة جدا ظهرت مؤخرا تشتت الانتباه نقص التركيز التصمم الرصاص كل حاجات معتقد كل حاجات دي كنا بنتكلم عنها لما الطفل بيتعرض فترة طويلة للتلفزيون ومن بعده الفيديوهات مزبوط هل فيه جديد طيب بالنسبة لزجاء الاصطناعي؟ الجديد عدد جلوسه أو مشاهدته للزجاء الاصطناعي يعني الفترة الطويلة دي مشكلة أو ده التخوف اللي احنا هنبدأ نقضيه قدام هذه الشاشات هي جميلة جدا حتى احنا كنا بنقول ان التعلم عن بعض حتى في المدارس هو رائع بس لحد دي ايه علشان لو احنا بنتكلم عن الصغيرين لحد خمس سنين المصارات العصبية التي تنمو للتركيز والانتباه والآيكيو والمادة رمضية تحت المخ كل ده مهم جدا عدينا خمس سنين هيبدأ غزبر عنه هيبدأ يجيله تشتت ونقص تركيز هيبدأ المعلومات هتوصل للذاكرة قصرية المدى مش طويلة المدى انا عايزة بس نوضع حاجة احنا لما بنقول اطفال بنتكلم من سنة كامل كامل طيب احنا عندنا الطفولة المبكرة والطفولة المتوسطة والطفولة المتأخرة الطفولة المتأخرة احنا بنبدأ من اول سنة ونص من اول مساءة مبيبي ده اسمها الطفولة المبكرة لحد ميخش بريكي اللي هو ميكلم عن ثلاث سنين ونص واربعة تمام بعد كده من خمسة لحد تمانية من تمانية لحد حد 11 اول حد عجرة هنوصل بقى في مشكلة تانية يعني خلص احنا قلنا خلص هو ما عادش فترات طويلة واحنا عادنا نوجي انا بتكلم عنك دولتي مش كابرين مش كابرهيفير خالص خلص بقاش عندنا استرتيز وما بنتكلمش عن طفولة المبكرة خالص احنا هنا بنتكلم على متوسطة او متأخرة بالزبط يعني احنا خلص احنا قدرنا ان احنا نقن توقيته وهو قاعد قدام احنا بنتكلم اول ثلاث سنين فيه خطورة جدا لما صوت العصبية في المخ عشان بيقصر محور عصبي فبيزود المادة البيضة اللي حوليه محور عصبي فده يكون عرضة لأي اضطرابات من عرضة للطرابات لا فانا كده يعني احنا اصلا بقى الثلاث سنة معلش الموضوع ده مهمة قوي بالنسبة لي الشاشة يعني الاطفال اللي قبل ثلاث سنين ما يتفرجوش قصة ما يشوفوش يعني ايه شاشة ولا لا طيب كل الاطباء اللي في العالم اكدوا ان الاطفال الصغارين اول تلاث سنين من عمرهم فيه خطورة رهيبة فيه خطورة اصلا في المشاهدة مش هكلم على التوقيت ليه المصرات العصبية التي تكون الفصوص المخ تبدأ تكون في تلاث سنين او تلاث سنين الفصوص في المخ جواها محاور اللي هي ايه تركيز وانتباه وقوة ملاحظة ومهارات حفظ ومهارات لغوية ومهارات حسابية وتركيز وانتباه كل ده بيحصل أرر فمنيجي يبان عند سن الحضنة عن ابني عنده مشكلة في المهارات فسواء تواصل اجتماعي لو كان مع السلوك عنده شكل في البرين اللي هو اصلا مش مركز معيكي هو بتشتت حتى لو ما كانش ايه دي اتش دي لا هو مشتت هو مش قادي ياخد مارتي تاسك مش قد يقلت له معلومة واحدة هو بيبدأ غزبا عنه وبينساها لو عدينا مرحلة دي وفضل لو اتفرد لا يزيد عن ساعة ومفيش بحث في العالم اكد ان مشاهدة الحاجات التعليمية وهو صغير افيد من التواصل الشخصي صح يعني انا بحطه علشان ياخد اين فيطلق اوت ياخد لغة لا هو مش يتكلم اصلا هو محتاج تواصل من عين ويبدأ يسمع وحركات ايدي كل دي مؤثرات طبعا محتاج ياخد حاصيل لغويه من انا شخصيا عشان يبدأ يطلح حاصيل لغويه عشان ما عندوش كامل حاصيل لغويه اللي يبدأ يطلح فبالتالي الزكاء الاصطناعي يضروا اكتر ما يفين اكيد عشان احنا مفروض بنعلمه لحاجات تنمية المهارات اللي هو مفروض ياخدها في سنه يعني حتى البرينجيم انا مش مفضل الابليكيشن تعمي بلطة البرينجيم اللي هو التدريبات الزهنية طيب ممكن يجيب له حاجات برينجيم قدامه منها زويد تركيز مناطق اي حاجة فيها ميلوتونين شرشة زرقة هي بتأثر حتى علينا احنا كبار بتأثر على خلاق المخر بتأثر حتى يعني لما نيجي نكلم عن مراققين كارثية وبتأثر على البيهيفير بتاعه يعني المصطلح الجديد النازم من خمس سنين الاضطراب المصطلح الطفولة المتوسطة اللي بيبدأ يظهر فيها ابني عند مثلا ست سنين بدأ يظهر فيه انه هو عنده تخوف من التعامل مع اصدقائه مثلا داخل المدرسة هو مش قد يتقبل اثر المدرسة فعنده صدمة المدرسة اتباعا هو بدأ عنده عزلة اجتماعية في المدرسة طيب ايه اللي بيحصل له اضطراب مصطلح اضطراب مصطلح بسهولة جدا يتم اجتزاب بتاعه ان هو يبدأ يمسك الممبايل اي حد يعمل الشات معه لحاجات غير قانونية يبدأ يدخله في حاجات يخش في عالم افتراضي ويبقى عشان يعيش حياة الكبار عشان هو عنده صدمة فعنده اضطراب مصطلح او يبدأ يحط حاجات مش عنده يعمل اكاونت مش حقيقي عشان خاطر الناس كلها تتقبلوا عشان يبدأ يشعر بالاهتمام عشان هو حاس بالهمال فكل ده بدأ يظهر من خلال السوشيال ميديا من خلال الميديا بذكاء الانسان البشري اللي هو اللي احنا دخلناها اصلا على الكمبيوتر فانا عايزة اتكلم عن هو ليه اصلا طفل من خمسة لثمان سنين بيستخدم ده او عارف ده ليه بقى عشان احنا واحنا صغيرين انا ابني كتير جدا بيبدأ يسأل كتير يبدأ يزن فالامة بتكون مشغولة اي ام مشغولة ام مشغولة مع اخواته عندها حاجات فبتعمل ايه بقى فبتنزل تطبيقات تطبيقات دي بتعلم اللغة تطبيقات للبرينجيم عشان نزود اي اتخادم منها نزود الاي كيو بتاعه ان نزله مخييس او تقنيات جديدة بتبدأ تعمله تهزيب للسلوك او تشوف هو ايه ايه المشاكل اللي عنده في السلوك ديها كويس طب هل هو بيرفع الاي كيو بتاع الطفل مثلا هل ممكن يرفعه خالص بالعكس ممكن يقليله مثلا الاي كيو هي المادة الرماضية تاعت المخ كلنا بدام احنا طلعنا اسواء معنداش مشاكل خالص في المخ ضمول في المخ او ماي في المخ او حاجات دي كلها بنطلع كلها نفس النسبة بتكون بس محتاج عشان اللي محتاج يرفعها ايه بقى ترمية المهارات انك تبدأ تديله مهارات كتيرة جدا فيبدأ يكتسبها وبتقسها بحاجة اسمها مقاس تانفورد مقاس 45 ديئة ويبدأ يسأل الام حتى لو بيبي كان صغير يبدأ يسأل الام اسئلة فنبدأ نعرف الاي كيو بتاعه 90-120 اقل من كده يبقى عنده مشاكل يبقى عنده انواع الاعاقة اللي بزود تمت المهارات بس انت لما بتحطه قدام الشاشة هو بيدمن الشاشة ادمان سلوكي بيقصر محور عصبي المادة البيضة اللي حاولي محور عصبي في المخ فيبقى عرضة هو كده ادمان ادمان سلوكي زي الشخص اللي بيدمن بس انت سجاير هو ادمان الحركة او ادمان هذا السلوك فتبدأ بقى تبدأ تمنعه تاني ادمان السلوك بس ساعتها بيكون تسبب في مخاطر لو اتكلمنا لحد ست سنين هو النطق في تلعصم مؤقت تلعصم دائم تهتها في الكلام لو كان من الشخصيات الخغولة هيبدأ المشكلة بقى في البيهيفر بتاعه على العزلة الاجتماعية انت حطيته في عالم تعود عليه فلو كان من شخصتك قوية او الجريئة هيبدأ يدمنه ويبدأ يجربه فانت مش عارف التجربة بعيدة عن الاب والام ممكن يعمل ايه طيب لو كان من شخصت الخجولة او المتوضع هيبدأ في العزلة الاجتماعية العزلة الاجتماعية هيبدأ ينطوي تماما بمجتمع ويعيش في متلازمة العالم الافتراضي فيبدأ يعيش في عالم غير حقيقي فيبدأ يبقى عنده سوء تخزيه مش اعزانية تماما خوف المجملات حتى من اقرب الناس ليه ممكن يبدأ كوابيس ممكن يبدأ يجيله هالعليلي هيبدأ يجيله تلاعظه متاهداة في الكلام يقم منطوائية عدوانية المنطوات الأمين هو ماما مثلا او حد اصغر منه تتوالي بحطه شخصية اتكالية طوالية سوء تحصيد دراسي وقد يصل إلى صعوبات تعالهم ده اللي بيخوفني من زيادة مشاحل الاعداء قدام أي شاشة حتى سجدت نايب مع المشكلة أنت في الأول في الأخير أهد فين؟ أعدم شاشة صحيح فأنت بيقدم لك حاجة كويسة أيوة إلا بيقدم لك حاجة كويسة لمدة قد إيه هم لسه صغيرين لا وانت بتتكلم عن العالم الافتراضي أنا طبعا جيف بيلي دلوقتي الجيميرز أو الناس اللي بتلعب الألعاب هو ده الشيغل يمكن الجيل الجديد هم في الحقيقة مش مهتمين قوي بالسوشال ميديا يمكن أبليكيشن معين هم المهتمين بي بس مش مهتمين بالسوشال ميديا قد الجيمز بذات الولاد يعني وبيدخلوا بينخرطوا قوي في العالم الافتراضي بتاعها حتى اللي عندهم الـ VR النظارة دي وبيدخلوا جواها ناس بتعمل فلوس منها وفي ناس عندها سرعة اسمها إيه الـ Flexibility بتاعتهم ما عرفش هم عندهم سرعة بديهة في حاجات كتير لكن في نفس الوقت هم ما بيتحركوش فده بيدخلهم في مشاكل كتير قوي مهم قد إيه من الأهالي أنه هم يعني معرفش يحجموا ده إزاي بصراحة صعب قوي بس يقللوا لو شايفين ابنهم انخرط خلاص في الحتة دي أولادهم انخرطوا خلاص في الحتة دي أرجعوا إزاي يعني أعدلوا السلوك ده إزاي طيب لو احنا الكلام الحاد الطفولة المتأخرة قبل دولة المراقبة مضوع أسهل عالي خاطر قبل المراقبة ظهور اضطرابات الألة التي قد تحدث ممكن تكون قليلا شوية يعني مثلا ممكن عايزوا لك بكل بساطة قد يصاب ابني بالطراب صنع قد أو الشخصية الحدية صنع قد أنه هو يما يكون تقالبات مزاجية رهيبة يما يكون سعيد جدا يزعلان قوي عشان هو مضمن الشيء ده أو اضطراب الشخصية الحدية ودي بتحصل الشخصية الخجولة اللي هو إيه هو خايف من اللي بابا وماما يسبوه فيبدأ يقرب منهم قوي بعد كده ممكن يوصل لإضطرابات ألأة بعد كده ممكن يجي له فوبيا الفوبيا بتزيد ما أكتب الحاجة ده في بداية دخول لمرهقة البنات عرضوا للتراب تشوه الجسم عشان خاطر هي بدأ في عالم افتراضي ولو هي شخصية خجولة بتبدأ تشعر أن أمانها اللي بيسميه هايبو كامس ده مهم جدا مادة في المخ أمانها في ده لو شلتي ده زل إدمان بالزبط تبدأ تحس اللي هي وحشة تبدأ تأكل كتير جدا أو ما تكرش أصلا فيجي لنحافة جديدة أو سمنة مفرطة فيبدأ هي مش مدهة قبلة أصلا للمجتمع فأنت طلعت حد مريض طيب الطفولة لأ أنت ممكن بقى ناص تركيز تشطط أنت بقى على فكرة هو بيكون فوكس جدا على الألعاب بس هو مشتت أو على الشاشة هو مشتت فده فيك أنا مش حقيقي فإحنا في الحالة دي بنبدأ وهو قبل لحد الطفولة الطفولة المتأخرة بنبدأ نحط له بدائل بنزاود له برينجيم بحاجات المارتي تاسك بنبدأ نديره على العاب كتيرة جدا بنبدأ نشغل وقته بشكل كبير جدا عشان نبدأ نسحبه أنا ضد فكرة المنع عشان المنع هيسيب أثر سلوكي قوي جدا فإحنا بنحطه في الرياضة بنحطه في حاجات اللي علاقة بالحاجات الحسابية تبدأ تشغل الدماغه شوية أو الحاجات البرينجيم ممكن أحط ده نوع من أنواع المكافأة بس لازم أحطه له جدول لازم أحطه له جدول يبدأ يمشي عليه برضو عاد فاضي لو دخلنا في المراقة لازم أشخص لازم أعرف يعني لو في حاجة حصلت طريقة لازم أشخص الأول حاجة طريقة بنتي أو ابني لو جالهم هل عليلي بستمر أو كوابيس مستمرة تبول لا إرادي سوق في التحصيل الدراسي بدأ يجي لهم صعوبات في التعلم سواء كانت في الكتابة أو في القرية بدأ يجي لي شكوى من مدرسة لهم أكثر عضوانية لازم أخذ بالي لا كده فيه أكشن كده إحنا داخلين يا إما بينا في إطراب يعني فيه ناس كتير جدا بيجي لها إطراب كتابي هو مش كتاب بس هي لما تنسحب من هذا الشيء هي بتبدأ تحس في كتاب وإحباط أعراض انسحاب يعني بالضبط مع الاستمارية تبقى كتاب فلازم أشخص الأول طيب ما عندهوش حاجة بيبدأ خلق حتى لو وصل المراهقة ودي مرحلة فيها خطورة جديدة وحصل له مشكلة وإنت سحبت تماما وقللت من غير ما تعالج وده اللي بيحصل كتير جدا فبتكتشف في مرحلة الجامعية لأن يبني عنده مشكلة ده أحيانا بيكون الأب والأم هم السبب فيها باستخدامهم وانخراطهم أو في التعامل مع التكنولوجيا واستخدام تقنيات الزكاء الاصطناعي المختلفة وحتى مثلا لما طفل يشوف والده والدته بيغيروا صورهم باستخدام تقنيات الزكاء الاصطناعي وبيحطوها على مواقع التواصل اجتماعي وبيشوفوا إشادات أعتقد ده بيكون مؤثر سلبي على الأطفال أنهم ياخدوا نفس الاتجاه والناس بتقول لهم هايل وجميل والصورة حلوة وتعليقات كتيرة والكلام لطيف وفعلا الصورة بتكون مرسومة بتقنيات الزكاء الاصطناعي عمري ما فكرت فيها كده يا شازلي يعني طبعا بتؤثر بكل تأكيد أنا لما شوف الطفل لما شوف والده أصلا بيعمل كده ما هو طبيعي يطلع كده هو كمان نفس فكرة ما تجدبش بس احنا بنجدب يعني نفس الفكرة دي أولادنا هم انتاج لتربية الأب والأم لو عايزين نربي أولادنا فودن ربيهم قبل تربيتهم بعشرين سنة عن طريق تربية الأب والأم إحنا نطلعين نتاج لتربية الأب والأم فإحنا قدوة فهو ببرمجة العصبية هو بيشوف من الشخص القدوة بالنسباله وبمحالة التقليد عشان كده لما بنسمه قدام الشاشات الإلكترونية كتير قوي بيبدأ القدوة بالنسباله حد ده اللي بيخوف حد مثلا فيه خطورة حد ميوله الأخلاقية مش كويسة فلما لازم يقلد الأب والأم وخصوصا بقى لما الأب والأم فيش لغة حوار بسميها الجمل السامة جمل السامة انت بس صغير انت باش فهم حاجة لما تكبر كخ يا بابا عيب حبيبي فيبدأ هو ممنوع النقاش هو ممنوع الناس أل أصلا يعني أنا دايما بقول أولادنا بيكرروا الأخطاء كتير عشان إحنا بنتعامل غلط هو إحنا مش عايشين في المدينة الفضل هيبدأ يجرب وعنده روح الفضول وعنده روح الاكتشاف وهيفضل يجازف ويخاطر فهو محتاج مني إنه فهمه عيبي ده ده في انطق شغل بس في نفس التوقيت انت مش هديله دروس وهو قاعد فاضي وأنا برضو ضد الفكرة دي هو لازم أشغل وقته ولازم يفيه لغة حوار وقدي تماماً على الجمل السامة اللي زغرة العين اللي ببدأ أديها لابني هو متعلمش حاجة صحيح ففي الأخير مش يختنع بي مش يختنع بالكلام بتاعي وهيبدأ يتعامل معي وهيروح وهيروح للجانب الآخر يدور على إجابات على تساؤلاته في تشات جي بي تي في أي أبليكيشن من الأبليكيشن الموجود اللي هو صغير هيبقى إسقاط نفسي هيبدأ يداييني أكتر لو كبر شوية هيعمل كزم مقامة السلطة اللي هو خاف مني فيبدأ يعمل كل حاجة من غراي فأنا ما عمتش أي حاجة طيب وفي دايماً مخاوف من خرق الخصصية يعني دايماً بنقعد حتى نتكلم مع البنات الصغيرة خلي بالك يعني لو حد تكلمك أو قالك حاجة مثلاً على بعض الأبليكيشن لازم تروح تقولي البابا وماما عشان خاطر يساعدوكي لو في حد بيهددك بالذات في سنة صغير وشوفنا يمكن حالات من دي كتير مش بس بكلم هنا في العالم كله وبعض الحالات اللي الأطفال بنات صغيرة كانت تتعرض للنوع ده من التجاوزات فإمتى بعض الأبليكيشنز دي تعمل خرقة للخصصية بتاعتكم ووعيهم ضد الحاجة زي دي الموضوع ده مهم جداً 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 بقابل أهلي وده حالات بيجيلي شخصية بيتعاملوا مع الموضوع ده بشكل قوي جداً وحازم فالأطفال أو المراقين بيتخوفوا إنهم يحكوا فهو صغير أنا بحب التحصين نبدأ أنا علموا الفرق بين اللمسة الوحشة واللمسة الحلوة إن حد يقرب منك سلم عنيك للمسة حلوة اللمسة الوحشة إن حد يرزق فيك السر الحلو والسر الوحش السر الحلو إن أعمل لك مفاجر عيد من يدك السر الوحش إن حد يقول لك ما تقولش ببابا أو تخاف تقول ببابا مصالس العيد من أول رئابتك لحد رجبتك من أشخاص واحد أو اثنين أو ثلاثة يتفرجوا عليه فبدأ أديره تحصين ممكن أعمل رسوماته هو صغير الحاجات دي كلها تحصين عشان نبعد عنه أي إيزاء بدني قد يحدث ونبدأ ندير السنوريات لحد لمسك هتعمل كذا حاجات تمثلية وحاجات فيها رسوم وفيه أغاني نزلت في الموضوع ده فبدأ يتحصن فمش يبدأ يخاف لو هيبدأ يقول لي من هو صغير فتباعا لو حد بدأ يزيف المراقب هيبدأ يجي باللغة شكرا جزيلا لك طبعا على كل هذه المعلومات الدكتور نور أسامة استشاري نفسي وتعديل السلوك بنشكرك جزيلا شكرا بشكرك ربنا يا خيالك